اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ومع هذا العنوان سويد دولة السويد الميور بشري في ماروكا أبريكي النود 19.68 19.68 نقطة عليا يناله مغربي طبعا في السويد شاب مغربي ينال البكالوريا إذن هو يسمى باشولي يعني أنه حاصل على البكالوريا إماروكا إذن أحسن شخص ينال البكالوريا هو مغربي طبعا بدولة السويد في هذه السنة يحصل عليه بنقطة 19.68 على 20 أحيانا نرى مثل هذه يعني الإعلانات في دول لكن للأسف أنها تكون مرتبطة بسياسة من المحتمل بشكل كبير أن الدعاية التي ينالها بعض التلاميذ هي تكون دعاية للتعليم الخاص وهذا على حساب الرفع من قدرات التعليم العمومي تكون هناك سياسة ممنهجة من أجل الرفع من قدرات التعليم الخصوصي أبناء البلد الذين ليس لهم مال لا يكون من حقهم أن ينالوا تعليما جيدا بينما أصحاب الأموال يضعون أبناءهم في مدارس تحظى بالرعاية وتحظى بالدعم بينما في الدول المتقدمة مثلا مثل كندا نجد أن مغربية تقيم حفلا لابنتها وتدعو أصدقائها في القسم مع والدهم فتفاجأ العائلة المغربية بأن رئيس كندا يأتي مع المدعوين بحكم أن ابنته تدرس مع ابنت المغربية التعليم لكل أبناء البلد على قدم المساواة بينما في الدول الأخرى مثلا نجد التعليم الخاص الذي هدفه مادي بالدرجة الأولى عندما يكون الدعم لهذا القطاع على حساب التعليم العمومي إذن هنا تكمن المشكلة إذن طبعا هنا نعود إلى دولة السويد الرئيس 7 آنه هذه السنة ايتن جوه ماروكا إذن هو شاب مغربي أدام طالبي إذن نتكلم عن الطالب أدام الطالبي 1 عايش الناسونال إنه الأول على المستوى الوطني A.U., الصنباك أبيك لامبريسيونانت مويهن دو 10.48 A.U., صنباك أبيك لامبريسيونانت مويهن دو 10.48 كان عنده كان عنده كان عنده باكه معاك معاك فعال فاعل نتكلم هنا عن معدل فعال معدل 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 وزن معاك معدل فائق كما نقول دو 19.68 نتكلم عن معدل 68 على 20 عبيطان دو أبصالة طبعا هو ساكن يسكن بهذه المنطقة نولوى دو ستوكهولم ليس بعيدا عن مدينة ستوكهولم لباشولي دو 19 نتكلم عن صاحب الباكالوريا دو 19 سنة اتنسي 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 في البلد طبعا نتكلم في بلد السويد اتنسي 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 كادام كادام بان اتنسي بان اتنسي يعني انه لمدة طاولة المقصود هنا بان اتنسي لمدة طاولة قام بتعليمه بالدار البيضار طبعا هو من الجميل ان نهتم بشبابنا خارج المغرب ولكن ايضا على اعلامنا ان يهتم بابنائنا الذين لم ينالوا درجات عليا في المعدلات ان ينظر في الاسباب والوسائل الممكنة لتحسين التعليم سويسي سويسي جيس كالا باريود دوليسي اذا هذا الى حدود فترة التنوي المقصود بهذا الكلام ان ادم تابع تعليمه في المغرب الى حدود التنوي الى حدود فترة التنوي الى غجوال السويد حيث هو انتقل الى السويد طبعا عندنا هنا لذاب غجواندر يعني انك تلتحق الى غجواندر مقصود به التحقبه و الى رجوان السويد حيث هو التحقب السويد مع والده الى باشولي اه ايجال من في بار دو سا تكنيك با دو سوكي سونوه اذا الى باشولي اه ايجال من في بار دو سا تكنيك اذا طبعا صاحب الباكالوريا اه ايجال من هو ايضا في بار كما نقول انه جعل ناصيبا كما نقول جعل قسطا او جعل ناصيبا الى غير ذلك ولكن المقصود بهذه العبارة في بار المقصود به شاركة لو باشولي ايجال من في بار ايجال من في بار يعني انه شاركة دو سا تكنيك شاركة اسلوبه شاركة كما نقول تقنيته للحصول على هذه الرتبة اذا هو قال لنا بمعنى اخر ماذا قام به من فعل للحصول على هذه الرتبة اذا هو شاركة اسلوبه اذا لو باشولي ايجال من في بار دو سا تكنيك اذا ساحب بكالوريا هذا ايجال من في بار هو ايضا شاركة المقصود انه شاركة دو سا تكنيك شاركة اسلوبه ليس هناك سرن حسبه ليس هناك سرن حسب كلامه عندنا هنا حسبه حسبه حسب ما قاله لا أفتران، نعم انه رائع حسب جنساء لا أفتران جنساء رائع حسب ايجال مصدود الذي حقيقة عنده ميول للحفظ طبعا المقصود بها أنك تحفظ تركز على الداكرة نتكلم أحيانا عن المموعة المموعة يعني الداكرة ومنها فعل مموزي يعني أنك تحفظ عن طريق الداكرة جيسي طبعا دنا الوفب إسايي يعني حاول جيسي أو بيجيسي يعني أنا أحاول دمو كونسنتري سور لسانسيال يعني أنا أحاول أن أركز هنا دنا الوفب سكونسنتري يعني أنك تركز سور لسانسيال يعني الأهم إذن أنا أحاول أن أركز على الأهم أسور سوكي پتتر إتيل وعلى اللاديوم كين أن يكون نافعن إذن أنا أختار من كل ما أدرسو أختار ما أراهو نافعن جيسي دمو كونسنتري سور لسانسيال أنا أحاول أن أركز على الأهم أسور المقصودون أجسي دمو كونسنتري سور سوكي پتتر إتيل وأحاول أن أركز على اللاديومكي أن يكون إتيل نقول عن شيء إن بأنه إتيل يعني أنه نافع إنوتيل عكسو غير نافعن أسور سوكي پتتر إتيل دوران لإكزامن إذن أنا أرجى دورسي كلها طيلة المدد دراسية لكن عند الامتحان أنا أركز فقط على ما يبدو لأنه نافعن دائر من جاء أخرى دائر لا ميموريساتي ناست 맛 لإلخز لا ميموريساتي لإمتحان يعني أتأكد اتأكد أحاول شد ناست لإلخز 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 إلخز لإلخز أحاول الأفهم ماء أدرس كار 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 أحاول كار كار لأنها هي مسألة aussi أيضا دورganisation لتنظيم المقصود هنا هي مسألة تنظيم لأنها هي مسألة تنظيم المقصود هنا بأن الطالب الناجح عليه أن يناديما مختلف الشيطاتي je ne pense pas que se focaliser uniquement sur la mémorisation sans se créer d'autres occupations donnerait des résultats positif qu'on fait Adam je ne pense pas أن لا أفكر لأنها هي مسألة هنا أن لا أعتقد أن لا أدنو je ne pense pas que se focaliser بأن تركيز que se focaliser بأن تركيز uniquement sur la mémorisation فقط على الحفد sans se créer d'autres occupations sans se créer d'autres occupations بدون أن يخلق الإنساني نفسي احتمامات أخرى إذن أنا أظن بأن التركيز على الحفد فقط sans se créer d'autres occupations بدون أن يخلق الإنسان لنفسه اهتمامات أخرى d'onry إذن هذا سيعطي إذا كنت فقط تركيز على الحفد بدون أن تكون لك اهتمامات أخرى d'onry إذن هذا ربما سيعطي لاحظ معي هنا أيضا on a lo verb donné a conditionale present لا يمكن أن نجزيم قطعا بأن هذا الذي ذكرناه سيعطي حتما lo verb donné مصرف هنا في la conditionale present لماذا؟ حتى لا أقول بأن التركيز على الحفد فقط ثم بدون اهتمامات أخرى هذا سيعطي حتما إذن طبعا المقصود هنا هذا ربما يعطي ممكن أن الحفد في حالات أنه يؤدي إلى نتائج مهمة لكن هنا استعمل lo verb donné في la conditionale present حتى لا أجزيم بما أقول إذن ربما أن الذي أقوله ممكن يكون حاطئا لذلك نستعمل lo verb donné au conditionale present كما نلاحظ سنسوكري ودتركيز على الحفد بدون أن يخلق الإنسان والنفسي هتمامات أخرى دون ري إذن ربما يعطي در رجلتا پوزيطي كما نقول أن ربما يعطي نتائج إجابي كونفي آدم كونفي آدم يوسررح آدم Je ne pense pas que سوى focaliser uniquement sur la mémorisation سنسوكري ودتركيز دون رجلتا رجلتا كونفي آدم أنا لا أظن بأن التركيز فقط على الحفظ بدون أن يخلق الإنسان لنفسه اهتمامة أخرى أنا لا أظن ربما أن هذا سيعطي نتائج إيجابية إذن ربما هذه ربما هي التي يعنيها كما نلاحظ بأن الموضوع لازال مستمرا حتى لا نطيل نكتفي بعد القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر